ممكن طب فين التوعية المجتمعية والله التوعية المجتمعية هي شغالة بس خلي بالك الموضوع التوعية المجتمعية دي ده يمكن ده دورنا وبنعمله فيه نسبة تحديدا يعني في الجزئية دي في الجزئية دي يعني أنا هقولك حاجة مثلا على سبيل المثال إحنا في عندنا في المجلس القوامل للسكان مبادرة شباب مصر اللي هو المفروض أنه المدير التنفيذ للمبادرة المبادرة دي موجودة في 12 جامعة مصرية هي الحقيقة يمكن مش بتركز على النقطة دي كنقطة لكن هي فكرتها أن في 12 جامعة إحنا بناخد مجموعة من الطلبة بنخليهم سفراء لنا الولاد دول إحنا بنديهم أربع حقائب تدريبية توعوية من ضمنها الحياة الصحية استمناء الأمراض بنقول لهم حاجات كتير قوي ومن ضمنها طبعا إيه الزواج المبكر وتنظيم الأسرة الحاجات دي من ضمن إيه اللي إحنا الحاجات اللي بنديها لهم دور الولاد دول إيه تسقيف أقران يعني إيه تسقيف أقران يعني بينزل الجامعة بتاعته إحنا طبعا إحنا واخدين الولاد دول إحنا مدربينهم إحنا دول بينزل الجامعة يدربوا زميلهم مش بس كده ليهم دور كمان تجاه المجتمع بتاعهم يعني ما أقولك إن إحنا في 12 جامعة مثلا جامعة القاهرة وجامعة عن شمس وجامعة بنها وجامعة الزقزيق وجامعة المنصورة وجامعة طنطة وجامعة جنوب الوادي أسيوت الولاد هنا بينزلوا يدربوا زميلهم على المعلومات دي وبينزلوا مجتمعهم كمان واع بتقطي ثمارها يعني بيجيب نتائج كويسة يعني هقولك حاجة إلى حد والولاد نفسهم هم كمان على فكرة الولاد اللي معنا من طب ومن صيدلة ومن طموين يعني عندهم معي وثقافة كبيرة وهو بيقولوا إحنا يمكن إحنا بنتسئل ساعات في حاجات برر مقرر يعني إحنا بندينهم مواضيع بس أقلك إحنا طلب الطب فبنتالي بنيعرف إن إحنا نتكلم لما بينزلوا مجتمعهم يعني هم ممكن منزلوا مجتمعهم لهم أهليهم يعني يعني بتوع مثلا جامعة أسيود بينزلوا للمجتمع اللي في أسيود فبيتالي بيتكلموا معاهم وبيحاول يقول لهم مثلا يعني إيه المشاكل اللي ممكن تقابلهم طبعا هم بيتكلفوا في حياة كتيرة قوي من ضمنها بقى الزواج المباكلين دي من النقطة المهمة جدا بالنسبة لها فكان دي من ضمن الحقائق اللي هو المشروع اللي إحنا عملنا شغالين عليه أه شغالين عليه وهو إمكان حتى كان يعني لأ فيه فيه شغل كويس